السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشباب اليوم له تغطية خاصة و له تسدرايف اليوم هناك تحدي بيني وبين سوايب كل فترة نعمل تحديات بالإمارات، بحلبات، ريسات، أوفروت كل شيء يحدث معنا عن سوايب فاليوم التحدي سيكون مع الفورد F-150 2015 جديد كلياً اللي هو جيل العاشر بس أنا منتظر سوايب وصارت الساعة أربعة ونصف وأنا منتظر سوايب فيا رب يوصل سوايب ونبلش هالتحدي اليوم طب فيه تشغير عن بعد بوليفون 50 2015 جديد سوايب ممكن توصل؟ أنا عندي تصوير وأربعة ونصف وعننا تحدي وما خلصنا أنا هنا طريق كريم، قلت لك وين طريق؟ لك نصف تحكي لي طريق سوايب، يلا، حتنزل الشمس جهزي منافزة قوية، طيب يلا، 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 باي هالفئات اللي عم تشوفوها مانكم بالجدول هي الفئات المتوفرة من فورد F-150 2015 بالشرق الأوصل تتوفر بعدة خيارات من المحركات المحرك الأول 6 سلندر سعة 3.5 لتر إيكو بوست، دوربو، الجديد كلية من فورد المحرك الثاني 6 سلندر سعة 3.5 لتر أيضا والمحرك الثالث والأخير اللي هو 8 سلندر سعة 5 لتر كريم أجعتك شفتني؟ هين جايك بسرعة جاهز للخسارة؟ صارت مين والناس ميمين هاي جبتلك اليوم مفاجأة قوية جدا يا كريم، تعال تعال مين معاك؟ هاي هي المفاجأة تاتي لعلك جاهز للخسارة، هاين جايك دلف جاهز للسباب هاي مينة كفتك شو كريم؟ مفاجأة، اليوم كنت تتبع الكبتن في دبي نجم المنتخب السعودي نجم خريف الشباب، الكبتن، ماري بحساسي تمام، الحمد لله شو عامل؟ حمد لله، تمام؟ جاهز للخسارة؟ خسارت شو؟ اليوم أنا رح أحرص أنه الكبتن يفوز عليك بقوة فيش مجال، اليوم تحدي قوي والكبتن معاه فئة البلاتينيوم، الفول أوبشن، 8 سلندر سيارات ولا كرة؟ والله إحنا جاهزين للتحدي، شو؟ اللي تبغاه؟ إحنا جاهزين، جاي محضر أنا باع رقالة السعودية، ما شاء الله كلهم مديروا وليوا يسواقين أوكي، بس هنتحدث سيارات اليوم؟ سيارات؟ حط تحديات، إذا ما هتسوق؟ أه ما هتسوق، الكبتن هو اليوم السائخ المحترف تاعي ومساعد، أوكي، راليات صارت، أوكي حط التحديات، أنا جاهز التحدي اليوم رح نساوي ثلاث تحديات سريعة، رح نساوي تحدي دراق ريس، رح نساوي تحدي بحالة بتلقى كروس، رمل، مين بجيب أسرع وقت، ورح نساوي تحدي ريوز، ريفيرس على الكاميرات أوه، أليها في ظلم؟ ليش في ظلم؟ أنا عندي كاميرا واحدة خلفية، بس أنت عندك بلاتينيوم 360، كاميرات عارق كل الجهاد الكابتن، الكابتن فل أوبشن معاه، ماه طيب، يلا، أوكي، خان بلج جاهز كابتن للتحدي؟ إن شاء الله هذه النسخة 8 سيلندر، قوتها 380 حصان، والعزم 525 نيوتن في محركات 6 سيلندر، في محركات 8 سيلندر، كل النسخة لهم بجير بوكس 6 سرعات في أكثر من وضعية للقيادة، في وضعية أنه أنت تخطر وراك شيء ما رح نشتغل عليها إحنا رح نشتغل على وضعية السبورت، اللي هي أقصى أداة ممكن للسيارة هذا الجيل العاشر من فورد F-150 أكثر نسخة بتنباع من اللي تركات على مستوى العالم فورد F-150 هذه النسخة الجديدة الجيل العاشر 317 كيلو أخف من الأقدام النسخة تحتى الستة سيلندر، التوين تيربو، تتساره من سفر الأمية بخمس ثوان وستة أجزاء يعني بينه بين فورد موستنج ثانية تخيل البكب العملاق هاد فهذا يعني نشيط، التيربو يعني فينا خاطر أكثر بس نحن الآن 8 سيلندر 8 سيلندر الرقع البسوق الآن أول تحدي بيني وبين نايف أنا مكيد السيارة اللي عندي V8 5.0 385 حصان وعظم 525 نيوتن متر فعندي الأفضلية بالسباق السبب أنه التوائر عندي الرنقاتها 18 إنش أما اللي عندهم بلاتينيوم 20 إنش هاي من أحد الميزات يمكن هم مفكرين حيفوزي علي نايف وصعيب بس أنا عندي XLT وزن أخاف لانه أبشن أخاف رح سكر المكيف وأنا جاهز الانطلاق نايف صعيب جاهزين؟ صعيب جاهزين؟ صعيب جاهزين؟ ناطرين إشارة من المصعب كابتن جمهورك بطلع عليك كاعد وحن فوزنا وحن نخسر إن شاء الله أرفع روسنا إن شاء الله إن شاء الله ثري تو ون اطلع ايوه كابتن ايوه اطلع 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 كابتن ياس فوزنا؟ ايوه واحد سفر كبشة واحد صفر على فكر أنا خففت في الخط النهاية خففت شوي عشان أعطيك أمل والله أنا خففت في النهاية تنه ما أتخفف قلتلك لا أتخفف بس كده بالعناد يعني الحقل تحت ضغط هلا هم 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 لين واحد احنا طلعين عنه شوية لادخل خلاص سكر الموضوع كابتا سكر الموضوع حط جير واحد احنا جاهزين الخشاش كريم نا طلع قبل هاد يالله نا طلع قبل يالله بصعب انت بتعطي اشارة وفيصل كان يعطي اشارة اعتقد انا مشيت على اشارة فيصل اعتقد امم مش على اشارتك فبعتقد هاي لازم نعيدها يا سيدي بدناش نعيدها احنا على الثالتة اللي بيفوز بيفوز ايه هوا انا بنعيدها هادي لك انت اول مرة بتساويق اول مرة تجعل الحلقة اول جولي كانت سحقه لا لا بس والله كابتن قسما بالله لفت فوت بريكينج عندك خيال بريك وبنزين 100% هلا احنا صراحة معك وزني زيارة انا هنزل هلا وهلا التحدي الانطلاق همشي وتذكر لا تظل على الاول اكبس ثاني طبعا هنعمل جولة كمان احب خبركم انه الان جيل العاشر منها البادي كامل مصنوع من الالمنيوم هتحكو ما في سيفتي لا اخر اختبار للتصادم اخدت خمسة نجوم لانه هذا الالمنيوم هو نفسه الالمنيوم باستخدام بصناعة الطائرات وطائرات العسكرية وغير ذلك بصناعات حربية يعني من الاخر فصلب جدا وبيخفف وزن فالسيارة او الجيل العاشر اخفهم الجيل التاسع بمقدار 317 كيلو جرام سيارة نايف مليئة بالتكنولوجيا هي يعني اكثر ان يترك فيها تكنولوجيا حاليا بالنسبة للمنافسين وسيارة سيفتي اشترك ! اشترك بوكة سيارة سيارة لايك لايك اشترك ملابة قيثر التكنولوجيا تحليم معاك بلاتيني اللا ايف شو كابتن شو ؟ يا نايف بتسكت على اول صح؟ لا لا منهينا عشان الاول تصدق ازود بالاول منهينا خسارة في اول منافسة هو انسان متمرس متدرب وبرضه فز جوله كويس في اول مرة خلونا الان رواع التحدي الثاني وين بتشوف حالك بعد عشر سنين كابتن السؤال الحرج ايه صح هو نحن لازم ترتاح رأس اكيد هي فترة وبعدها بتصير ارهاق الجسم يعني ما تقدر انا بعدين عندي اثنين رباط الف سلامات علىك من اكثر لاعب سعودي تعشقه بتاريخ كرة القدم من البداية لاعب سعودي لاعب سعودي ماجد عبدالله ماجد عبدالله اكثر فريق بتحبه عالمي ريال مدريد اكيد يعني عالمي اكيد متعصب دقوق ايه طب مين اكثر لاعب رونالدو فيش مجال اي واحد ثاني الا رونالدو البرازيلي اهه اوكي رونالدو البرازيلي بس حاليا يعني كريستيانو رونالدو الفكرة الرئيسية لازم تكون ماسك الستيرينق دائما بيدك تنتعم ما تنمسك هكيك ما تدوغ حالك تعاكس حالك والفكرة الدك ما فيش شبركات كتير لانه الرمل بخفف من سرعتك يعني انت حتى لما تشوفه بروج هيك عادي شلايفن انا مشارج لع البنزين انك تحافظ السرعة اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مجمع شباية زين مجمع كريم رح أكون باستعرض يومين وشمع انت الفكرة مش استعراض انت الفكرة هم شي السرع رسوله ولولوله انت اكتفحتها هالجموعه بكتلكم احنا خم فحطنا ودفع عربائي لو انه خلفي بفتر بسهولة هيك بسير نايف ايش اجمل مباراة خطة بحياتك ريال مدريد ريال مدريد احنا خلفي احنا خلفي احنا خلفي احنا خلفي احنا خلفي احنا خلفي انت طاعم كله تحت سيطرة تصف السيارة لانه بيك اوب لحال انا او مرة اتلع في الفلاتينو عندك باركيج لحال السيارة الحفاظ على السيارة ضمن المسار لا نستخدمه حاليا انه عندك لفات نايفر الاسار لا انا شايفي فخامة والله فرق فرق عندك كمان عدادات غير الكترونية نسخة فلو تشغيل بالزر بعد عندك خيارات اكثر فور ايتش و فرلو احنا عطينا فور ايتش سرعة و تراكشن اوف جاهزة بدون غش 3 2 1 جو السلام عليك بس دلنا الطريق اذا ممكن هاي الطريق عندك باق واضح واحش والله مسكت ه كيف firm السلام عليك طي الرمل صح رايه تطعيسنا عطيها لا تخاف الباة حلبة مخصصتين لها السوالف عطيها ايوا اللفها صح روس لا تخاف السلام عليك لا توقف توقف دعنا و أنا أساعدك أساعدك و أنا أشجعك لا تخاف فرويل جدا قوي والسلطة جدا قوي لا تخاف من أن ترحب قوة أنظر جدا قوي وزن خفيف يسا دوس شير و رجع دوس ايوه روح هاي قتلوك الجمهور ما شاء الله عليك روح روح وقرد قرد اخر عندك اخر لفر خط النهاية روح ايوه صح عليك صح عليك هاي خط النهاية عندك صوائب ماسك العلم روح روح اقطع صوائب بس هاي الوقت دقيقة 36 ثانية و 23 جزء من الثانية هاي الوقت لاحظة انا 3 2 1 تمام قام الوقت لالحين هنا واربع الآن حوان نتأكد طيران صار هنا طيران نفس الوقت عمت لك يا ها نحن اخذ لك جاهز؟ مرحبا؟ ماهو الوقت؟ انا هديت كم؟ ديجة ستعة عشر ثاني تحت الاخير؟ تحت الاخير تحت الاخير كاميرات 360 انا عق من 360 ببلادي جديد لدي كاميرا خلفية أتدبر أمورك و المهارات تعتبر 150 مرة بها تقترضن من الرجال يلا هيا بنا الفكرة بالرياوس ليس سرعة لأنه كلما تسرع و تضغط البرياك كل أنظمة التعليق ستعود تهزهزك و عندما تصير تهز ستفقد التركيز حسنا الآن نحن معنا نفس الترك كحجم معنا اللي هو غمارتين في منه بيجي باب ونص أو غمار غمار ونص معنا البابين فطول السيارات موحد الأفضلية ألكم بها التحدي لأنه معكم 360 كاميرا أنا عندي شاشة عادية في نظام تينك و فيها حتى فيها كاميرا خاصية و حساسات لا تتعذر مو قاعدة تعذر نتيجي في النهاية بتكون ولا عبرة في الخواتيب دائما فيه أفضلية بكثير أنا أخيص في البداية عندي أفضلية لأنا عندي أمش نقاط في الرأس الأول الآن التشربة الثالثة اللي هي الـ Reverse الأفضلية عندك لأنه لديك 360 كاميرا رأي نشوفه سرعة تايم و أقل واحد بوقع أقمع مصد ما توقع أي شيء ما عليك ما عليك أنا جاهز أنا جاهز في انتفار الوكي من المصعب جاهز يا كريم يلا أنا جاهز الشرير سريع ها ها هنا بتروح ها شرير جافر الله جافر ها بلانتي بمتازر كم الوقت 10 ثانية 76 جزء من الثانية بداك تحط عليه بلانتي 2 لأنه وقع واحدة لان دور نايف أنا جبت 16 ثانية 75 جزء من الثانية بسم الله سرع شوي كو 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 يا ليل يا ليل يا نايف مستعجل دوس يا نايف ممّله واقصيا يا بيzier حسنا ها تتذبع إذا سطر عام لم تضلاب لقد أ 한번 استغل اقي . لو أنك إنتظرت ريت. طب التظهر ما داعيتي. اه. يا الله كافتن يلا. رجاء. وقيت. ونصد. وحد اهلا يا رجل. تلاتة وخمسين ثانية. سوايب. كنت بتعطيني ثانيتين زيادة عشان القمع الاخير وقع وهو بعيد عني. خد خمس ثواني. عشر ثواني زيادة يا موافق انا. يلا خلان روح بيتنا. طب اقول لك شغلة اقول لك شغلة. كريم انت متمرس على اخر. ليش ما تعطي الكابتن فرصة. خليه سويه استريف. اوكي. انا رح موافق ان هو يعمل التحدي. مو ريفيرس. يعمل تحدي الاقماع هذا. بشكل سي. يعني خليه يمشي سيدة يلا. لا لا مو ريفيرس. اوكي. وانا حضرنا عالتايم تبعلي هو ريفيرس. اتوكل على الله. احنا جاهزين. يلا كابتن. يقوم السرعة. ممتاز. ممتاز. بك. افنش. ببروك كابتن. كم الوقت مصعب? 14 سرعة. خس. ما شاء الله. طب انا بالريفير جبت 16 ثانية. اذا انا اجربت سرعة كم حاجيب؟ كريم خلص التحدي انت قبلت بالتحدي انت قبلت سرعة. كريم تحدياتنا كانت سريعة وكل تحدياتها بالاختصاص تاعك في يعني قاعد بتدمر الكابتن بالعكس. ما ادمرته بالعكس يعني الارقام الجابة مو سهلة. الكابتن ما شاء الله عليه. اه. بتحدي الجاه رح نفوز عليه لا تخاف. فيه تحديات جاية. هاي تجربة اولى. تجربة اولى هاي مبدئية. المرة جاء من فاجأ صيب بتحدي يكون سيارة بيحبها. ابشر. وحكون انا المساعد تبعك. ابشر. انا جاهز. الكابتن اخوي حبيبي. هيكون هو ضدك. ابشر. اوكي. الفكرة انت بتخصصك انت صارت على الكابتن. ليش ما نساوي تحدي بتخصص الكابتن واحتراف الكابتن معك. اه انا ما حكيت جاء في الكرة معاك ما. اه جاء طبعا متفقين عليك. طبعا متفقين عليك. من الاساس احنا متفقين طيب. فبدنا نساوي تحدي صغير. شو التحدي. اختع. بين الكابتن. الحوض. شو نعمل في الحوض يعني نسبح كنترول صغير. كنترول صغير. اوكي. كنترول والله شكلها متوهج. ايلا شباب. اكيد. ايه. هيا كنترول سلميها اهل جدة. دك دج. دك دج اه. ايه. اوكي. يلا دك دج. دك دج. ساعد. اين اللياقة يا كريم. اي لا ياق. لا بتجينز انا. ما شاء الله. يلا اعطونا الكرة. واحد. اثنين. ثلاثة. اربع. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. تسعة. عشرة. ناعش. تلاتة عشر. اربطاعة. عشرة. اربطاعة ومصر. خمسة عشر. خمسة عشر. واحد. اثنين. ثلاثة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية بس. سبعة. يلا السلام عليكم. كابتن تجربة يعني مميزة. والله هلو. كنتم تب دبي وتشرفنا فيك. شونا لك تحدي عنيف. بصراحة برابا عليكم. كريم يعني لأيام الجاي رح ننتقم بنا لو يعك لا تخاف. العكس انا مؤيد يعني لأي شي في الشباب اللي هم ونحنا. يعني شي كده اه. في الشباب تقصد نادي الشباب او الشباب بيحبوا الهوايات. نادي الشباب. يعني الشباب كلهم. يعني اللي بيحبوا الهوايات. فأنا هنيكم وفأي وقت تبوني تحتموكم. فجماعة الخير هاي كانت تجربتنا لليوم مع الفون 50. كانت مغامرة. تجربتي التفصيلية برامجكم بتس درايف رح تشوفوها قريبا ان شاء الله عم وقعكم عرب جي تي. نايف. اليوم رح تشغل شوي شغل ميديا. بدياك انت تختم الحلقة اليوم. اختمها لكم للعالمية. باسم العرب عرب جي تي. السلام عليكم. السلام. اشتركوا في القناة